مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نيدل نقطع عليكم أصفاء الهرقمة أو الكرعين بالحمص والقمح نحتاج الكرعين أو التوم أو قصبور معدنس و نقطع الشرائح ملح ، بزار ، كامون ، قصبور اليابس قصبور ، خرقوم ، سكينجبيل ، تحمير وطبعا زيت زيتون ونرى طريقة التحضير ونحتاج الحمص والقمح هنا اللي نرتبوهم في الماء ليلة كاملة وبنسبة للقمح يمكننا نرتبوه حتاجوا جليلات 8-40 ساعة كمسة يجينا في الطيب ويجينا نرتب نضع الكرعين في تنجرة نضيف لهم بصلاو الحزيمة القصبة ومدنوس التوم ودوكتاوي بالكاملة ونضع حمص والقمح يمكننا أن نضيف من ادلات ونحزموهم ونضعهم وبالنسبة للطيب الأفضل أن نضيف الكرعين كانوا يوجدوهم في الليلة وكانوا شاعلين مجموعة مزيان ونضع تنجرة على البطاة ونضعها في المجمور ونضعها في بلصة مهوية ونضيفهم يطيبون لكاملة ونضيف 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 سيجب ونضيف 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 لكاملة والغدلي كنلقاو الكوريين دينا ونطلقاو باش شوفوا الشكل نهائي داو الشكل نهائي دينا الكوريين دينا كما كتشوفوا يجوي لدادو رائع جدا وبدك الحمص والقمح طبعا وصفة اللي مغربية تقليدية أتمنى تجربوها وتعجبكم واللي عجبكم فيديو بارتاجو عندكم واشتركوا بالقناة باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي وبسحاول راحة